80% من الغرح في المعدة سبب البكتيريا جرثومة المعدة و 100% من الغرح في الـ 12 سببها جرثومة المعدة يعني جرثومة المعدة بتلعب دور أكبر في قرحة الـ 12 لو غارناها مع الغرحة بتاعة المعدة تاني في المنبهات زي القحول بلعب دور لأنه بزيد الإفراز بتاع الحامل المعدة الكافيين ديل بلعب دور الأدوية المضادة للإتهاب اللايسترويدية دي وطبعاً دي لأن الناس بتأخذها من الأوفرزا كاونتر يعني بتمشي الصيدرية من الصيدرية أنا دائر كده أنا دائر كده بيديك مباشرة حتى مرات ما بحتاجي أخذ معاك زمن عشان يوريك إنه المشكلة دي أنت محتاجي تستعمله والمعدة ممتلئة بالطعام برضو الأزبرين طبعاً أكتر حاجة عندنا لأنه الناس بيجيبوا من الدكان يعني أقرب بغاء لجنبك بترسل ويجيبوا لك صحيح خاصة الناس الكبار في السنداء يكون لك رطوبة عند رطوبة عند رطوبة يكونوا شقالين فعلاً دكتور مع اختلاف الأسباب والإحتمالات لظهور التقرحات الهضمية هل بتختلف على حسب أسبابه في تطور المرض نفسه؟ في الآن أنا قلت لك في بعض الناس بيكون بدون عراض يعني الواحد بيكون عنده غرحة لكن يجيك بمضاعفات نعم بمضاعفات لنبوحة نحن الآن اتكلمنا عن أسباب وفي واحدين بيجيوك بأعراض بيكون شديدة جداً خاصة إذا كان الواحد عنده من صغار بيجيب ألم حاد جداً جداً في البطن في واحدين بيجيو بنشفج الجهاز الحظمي فبتلاحظين أنه فيه اختلافات في حضور المريض بالأعراض صحيح صحيح وكمان باختلاف في الأسباب زي ما تفضلت الأسباب أيوة نعم جميل جداً طيب لو دي نتكلمنا عن الأعراض السريرية بالنسبة ليه مريض القرحة برضو ده سؤال مهم جداً عشان الناس تقدر تعرف وتحدد أيوة هي كلمة الأعراض السريرية دي طبعاً في الطيب عندنا ما يشكوا منه المريض وده بنسميه عرض أو السمطوم نعم والحاجة اللي بلاحظ الدكتور في المريض دي بنقول عليه علامة نعم فلما نتكلم عن الأعراض الكليينيكا الفيتشرة والملامح السريرية بنقصد أعراض المريض والأشياء اللي ممكن يلقاه الطبيب عند فحص المريض يعني اشتركوا في القناة